من التفاصيل عن أجواء وفعليات معرض الرياض للكتاب بيتضمي لي زمنا العزيز عبد الرحمن عبد الله مرسل MBC مصر من الرياض طبعا عبد الرحمن برحب بيك ويريد تطلعنا على جديد معرض الرياض اليوم وكمان نتكلم على نسب الإقبال من الزوار أهلا هشام أهلا بسادة المشاهدين الكرام بالطبع نحن اليوم متواجدين في معرض الرياض الدولي اليوم معرض الرياض الدولي يستقبل زواره بالقهوة السعودية تزامنا مع عام القهوة أنا أتمنى أنكم تجربون هذه القهوة وأعتقد أنكم ما رح توقفون منها نحن اليوم بالضبط متواجدين في المعرض في اليوم الخامس تواجد كبير وضخم لكل دور النشر من مختلف الدول الخليجية والعربية كذلك هنا أمامي منشورات الربيع من جمهورية مصر وأيضا دار نشر سما للتوزيع لعلي ألتقي فيهم في هذه اللحظات ونأخذ انطباعهم ونأخذ ما سوف يقدمونه في هذا المعرض لهذا العام أهلا وسهلا أهلا بحضرتك فانديم أهلا بحضرتك أولا أنا بقاك تعرفنا باسمك أنا علي عبد المنعم المدير التنفيذي لشركة سما للنشر والتوزيع شركة سما تأسست في عام 2012 وحصلت على أفضل جائزة أفضل نشر في مصر سنة 2015 وبنشارك في معرض الرياضي الدولي للكتاب بشكل منتظم من عام 2014 عظيم أنتم من 2014 إلى هذا العام ماذا تقدمون اليوم في معرض الكتاب والله إحنا عندنا في خطة النشر بيبقى فيه اهتمام كبير بالسوق السعودي والقارئ السعودي والمؤلف السعودي عندنا مجموعة إصدارات للمؤلفين سعوديين السوق في السعودية هو سوق مهم جدا أنه هو سوق المصري والسوق الجزائري دول يعتبرون أن أنشط ثلاث أسواق في عالم النشر في الوطن العربي وفيه تطور كبير حاصل في الفترة الأخيرة في تغير قبال المجتمع السعودي أو الشباب السعودي على نوعيات معينة من القراءة في اتجاه المترجمات في اتجاه لكتب تطوير الزات في اتجاه للكتب الفلسفية عند كتير من الشابات عظيم بلا شك أن هنا تنوع في المؤلفات لو اتذكرنا وإش المؤلفات أو إش الشيء اللي يتركزون عليه اليوم في سمن النشر والتوزيع نفس حقيقة إحنا مثلا في عينة مثلا دي سيرة ذاتية مترجمة من الصينية لقصة نجاح جاك مال اللي هو أغنى رجل في الصين اللي هو مؤسس موقع علي بابا ده من عملاق من عمالقة التجارة الإلكترونية في العالم وده لا يخفى لأحد أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة السنة اللي فاتت في 2021 تجاوزت 80 مليار دولار وفيه نموه مطرت فيه مثلا بالنسب لا تقل عن 15% فيه كتير من الشباب ده موضوع مهم جدا ليهم أنه هم يتطلعوا إليه التجارة الإلكترونية فيه كمان فيه مترجم دي تجربة سيرة ذاتية لجيكي رولينج أشهر مؤلفة في العالم اللي عملت هاري بوتر ترجمة للسيرة الذاتية بتاعتها من الإيطالية فيه دول ترجمة من الإنجليزية لأفلام اتعملت ونكحت فاخدنا النص الأصلي بتاعها وترجمناه لشكل رواي يعني الروايات والسيرة الذاتية المترجمة وتطوير الذات هو ما يتم تركيز عليه من سمال النشر والتوزيع ده سر السراء ده كتاب مترجم نزل بالعربي ونزل بالإنجليزي في التطوير الزي شكرا مقدر لك عفوا يا فندي معافوا الله يطول عمرك إذن أيضا نلتقي في هذه اللاحظة مع منشورات الربيع وهي أحد دور النشر المصرية المشاركة في هذا العام في معرض الكتاب الدولي بالرياض أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك بم بي سي مصر أولا أباك تعرفني إيش المؤلفات اللي يتقدمونها اليوم هل هناك تجمع للكتاب العرضين لكتبهم في هذه الدار أولا أنا أحمد سعيد من منشورات الربيع وذيت المرة التانية لنا في معرض الرياض وإحنا بنقدم مجموعة متنوعة من الإصدارات منها ما هو حول الكتابة وحول القراءة يعني كيف تكتب رواية أركان الرواية الفورستر كيف تكتب مصرحية إلغ وذاكرت الحكاين إلى دات تبك عندنا في الدار لأن القارئ العربي عموما والسعودي خصوصا مهتم بأنه يعرف عن الكتابة وعن القراءة وعندنا ترجمات من لغات من دول كتير زي كولومبيا وأسبانيا والبرتغال وأدب إيراني أيضا من مختلف الدول في الأدب العربي المعاصر عندنا طبعا تنوع من كتاب من سوريا ومصر والسعودية وعديد الدول والسودان طبعا عظيم كتاب مصر سيتواجدون بإذن الله الجمعة القادمة ماذا سيتم تقديم الزوار؟ إن شاء الله سيكون في عدد من كتاب منشورات الربيع في معرض الرياض الدولي الكتاب الجمعة القادمة وهيلتقوا مع القراءة هيتناقشوا معهم حوالين أعمالهم أراء القراءة حواليها إذا فيه استفسارات دايما القارئ بيستغل فرصة أن يكون قدامه الكاتب شخصيا ممكن لو زعل من نهاية عمل يحب أن يتناقش معاه بتحتد أحيانا إنهم ليه عملت كذا طب ليه سويت كذا فبيكون لطيف ودي فرصة معرض الكتاب المعارض معمولة عشان حكتين الكتب موجودة في المكتبات طول السنة الفرصة بتاعت المعرض إنه يلتقي بالناشر منتج العمل ويلتقي بالمؤلف أو الكاتب صاحب الإبداع الفكري والأدبي للعمل علشان هم يعرفونا كويس وإحنا نتعرف عليهم كويس يعرفوا إحنا بنقدم لهم إيه وفي نفس الوقت القارئ يعرف يتناقش مع الكاتب شخصيا وجها الواج عظيم أنا أبغاك تعرفني على جديدكم في هذا العام من المؤلفات اللي شاركتوا فيها والله ممكن مثلا من كولومبيا في رواية مهمة جدا هي للنشئة بس إحنا الكبار بنحبها كمان اسمها المدينة الغول لأليخاندرا الغورتا هي يعني ممكن ليه عاملة صدى حلو لأنها بتكلم عن الواقع اللي إحنا عايشينه المدينة أي مدينة سواء القاهرة أو الرياض أو بوجوتا بتتحول شيء بشيء إلى التكنولوجيا إلى المدنية أكتر فأكتر فبتفقد بعض الحس الإنساني اللي هو الجميل هل هناك روايات خاصة فيكم تم تأليفها وعرضها؟ طبعا يعني زي مثلا اسمي زي زفون للكاتبة السورية سوسا جميل حسن وزي سلالات منقرضة للكاتب المصري ملاك رزق وفيه طبعا الأستاذ عصام راسم رقص أفريقي ومجموعة كبيرة من الليل العمياء شكر مقدر لك شكرا لك شرفنا بك إذن هذه بعض دور النشر المشاركة في هذا العام أيضا هناك جلسات وندوات وحفلات وأمسيات فنية وأدبية متنوعة اليوم في معرض الكتاب الدولي بالرياض أنا بشكرك جدا يا عبد الرحمن شكرا جزيلا زمان عبد الرحمن عبد الله مرسل الام بي سي مصر كنت معنا على الهواء مباشرة من الرياض شكرا